السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم أهلا بكم في هذه الحلقة اللي كنتم نتلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار سنتكلموا أخوانا لأخر مستجدة لقضيتنا الأولى قضية المغربة ووحدتنا الترابية وصحراؤنا المغربية وطيقة سرية كتسلمها إسبانيا للأمم المتحدة وكذلك للمغرب كتقلب الموازن وكتنهي أحلام البوليزاريو بقمع يا لإخوان تفاصيل شيقة وموضوع مهم جدا ولكن قبل ما نبدأ وكنتمنى منكم أنكم تدعموا هذه القناة باللايك ديالكم والبرتاج كذلك والاشتراك فضلا وليس أمرا لأن القنوات الوطنية لإخوان كتتعرض للهجوم كبير من طرف الدوباب الإلكتروني وكذلك بقطرة البلاغات الزائفة والبلاغات الكاذبة من طرف نظام الكابرانات وهذا شيء ندل فهو كيدل بالرسالة ديرنا كتوصل على بركة الله قد ندخل الصور بالموضوع وأول حاجة قد نشر لها مسلسل تحت عنوان فتح الأناناس اللي بالفعل هو عبارة عن شوها بكل المقاييس واللي لا يمنو بصلة للتاريخ المغربي وخرجت الإخوان في الموضوع خرجت صحيفة الموندو الإسبانيا واللي بينات المغالطات لكي سوق لها هذا المسلسل اللي هو فتح الأناناس صحيفة الموندو الشهيرة لإسبانيا قالت وكذلك أقرت باللي يوليان حاكم سبتا كان أنا دك أمازيغي مغربي مسيحي وما كانش حاكم إسباني كما هما مصورين في المسلسل ديال فتح الأناناس وبالتالي الظاهر على أن القائمين على الشركة دي الإداءة الوطنية لازم تكون يعني حاضرة جدا على هاد الأخطاء الفادحة في حق تاريخ المغربي العريق وفي حق كذلك المغاربة بيدرو سانتشيز صعد الجلالة المالك محمد السادس نصره الله في الزيارة للرباط وثائق سرية التي تقلب الموازين في الصحراء المغربية وقبل كان بيدرو سانتشيز أو كانت إسبانيا سلمات ديميستورا نفس الوثائق السرية ومع العلم أن ديميستورا قبل أن يدير الزيارة للمغرب والجزائر نزل في إسبانيا وضعت طائرة خاصة وضعت المغرب والتندوف والجزائر والكل يستغرب من هذه الخطوة الإسبانيا كيفاش تعطيه طائرة خاصة وهنا يعني الإخوان في هذا الوثائق السرية كان إحصائي ديال 1974 اللي درتوا إسبانيا قبل ما تخرج هي من الصحراء المغربية سنة 1975 واللي كيأكد باللي القبائل والصحراويين لحطتهم إسبانيا سنة 1974 هما اللي مازالين كيعيشوا في المدن المغربية إلى حد الساعة وأن زكال مخيامات تندوف ما كيشملهمش إحصاء ديال 1974 وهما فقط بعض المرتزقة اللي بغوير كبه على القضية ديال السحراء المغربية بتحرد من الجزائر وأن الجزائر خصات من حماليا لبعض الانفصالين وبعض المرتزقة من أجل استوطان في تندوف من أجل كذلك معادة ومحاربة المغرب الجزائر هي اللي طمعت الناس باش يسكنوا في المخيامات ديال تندوف مخيامات الدل والعار من بعد حولتهم إلى رهائن قبل ما اضطح عليهم يعني الفكرة أو اضطح علي الجنرالات ديال فرنسا الفكرة باش يطلبوا بهم وباش يسعوا بهم المساعدات واللي كي يعودوا فيها البيع وأكيد أن الخروج للسيد عمر هلال ديبلوماسي المغربي بتصريح أن العودة ديال للساكن ديال المخيامات أو السوكان المخيامات اللي كان في اللوائح ديال 1874 كان عارف مزيان باللي عنده وثائق سرية المخيامة ديالتيندوف لم يبقى فيها صحراويين المغربة وأكد السافير المغربي أنه اللي لم يشجلش في إحصاء أو في اللوائح 1974 بالنسبة للمغرب وهو مواطن جزائري فهذا الوثائق السري تنهي قضية الصحراء المغربية بشكل كامل وهنا غدي خرج هذا كلب النظام عمر بلاني وغدي هاشم الديبلوماسي السيد عمر هلال وغدي يقول عليه باللي هو مهرج هذا لولد عشرة في عقل المهرج الحقيقي كانجولولو ستقدر بغير واحدة ليلة في الإعلام الإسباني وتشوف تلفزيون ديال جزو الكاناري يتساءل هل فعلا الرباط سترجع الجزو الجفرية مستقبلا بسبب توسع أكثر صوب مناطق نفوذ بحرية في الأطلسي تلفزيون الكاناري قلب الرباط بدت في عمليات التنقيب أو معمليات التنقيب على النفط في المياه المحادية لجزيرات لانساروت واللي قريبة من جزو الكاناري وقد تعتبر هي أول خطوة إجرائية بعد قرار ترسيم الحدود البحرية قبال السواحل الصحراء المغربية بحيث أن المملكة المغربية بدأت في حفر بئرين بعقم ألف متر من قرب من المياه القانونية الإسبانية وهنا كان يقول الكلب النيضام العمار باللاني شكون هو المهرج مهرج لابس لك و أجل نرى نقطة على رأسنا المضحك في الأمر قالت هذا الجزائر الحمقة الغبية قالت الزيارة ديميستورا لأنه تفاجأ بالقرار لاتخذته إسبانيا أما نقريها بكترة الحرق الذي فيه تلقي البوليزاريو الإرهابيين على المواطنين الموريطانيين العزل الذين يقبوء على الذهب ويجعلهم الرصاص والنتيجة إصابة جوج منهم ويحس للحظ أن الجيس الموريطاني ينقل المستشفى الإقليمي وبالفعل هذه الجارة الحقودة هذه الجارة الغبية سيكون في موقف لا تحسد عليه ويخرج بإمكان البيان الذي يلوح بورقة القانون وإذا تلاحظوا في هذا البيان سنرى البلاغات النارية والبلاغات التهديدات اليوم كل شيء يتبخر وفريق مقريحة أو البلاغ كيقول معركة اليوم هي معركة الوعي بامتياز الجدل العقيم والمزيادات والمزيادات من شأنها تهيج الرأي العام يؤجج أو التهويل يؤجج نعارة ويجدر التناقضات بين مكونة المجتمع الواحد نعتبر هذا الأمر خطيرا يهدد السلم الاجتماعي والنظام العام هذا الأمر يندرج دون أدنى شك في سياق المؤامرات التي تحق ضد بلادنا وشفتو الإخوان شك في البلاغات النارية في انتهديدات وشكل تبخر مع الأحلام وهذه الأحداث كاملة اللقاءات ستؤدي أو ستوصل إلى الروينة أو الاشتباكات بين قبيلة أزودية ومع ميليشيات بوليزاريو وهذه الاشتباكات سنتج لها وفاة أحد شباب المخيمة الدل والعار بواسطة طلق ناري وفق مصادر متداولة مصادر منتندوف يعتقد أن لنفذ هذه العملية ينتمي إلى قبيلة الأزوادي وبطبيعة الحال هذه هي البداية ومازال الرواينة ستزيد في بلاد الكابرانات لأن المثل ينقلب السحر على الساحر والحفر حفراء يطح فيها مهمة إخوان وصلنا النهاية لهذا فيديو أتمنى أنكم تدعمونا باللايكات ودعمونا بالبرتاج كذلك بالاشتراك فضلا وليس أمرا ودائما تحت شعار وهذا الشعار الذي لا يريد أن يسمعه الأعداء هذا الشعار الذي لا يحمل أن يسمعه أعداء الوحدة الترابية شعارنا الخالد الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه والعزاء للحاقيدين الصحراء وفي مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة إلا الله جمعة مباركة للجميع شكرا للحسن المتابعة شكرا للحضور ديلكم الدائم لا تنسوش تعاليق في القناة تعاليق الإيجابية وكذلك تعاليق الوطنية